الحديث عن موضوع كتير كتير مهم نعم بعض الناس بتأخذوا بسخري و باستهزاء والبعض الآخر بيأخذوا كموضوع مهم و مصيري ليه موضوع الولادة الثانية موضوع مهم نعم بتمنى عليك أسيس نيزار إذا بتقرينا مقطع من الكتاب عن هذا الموضوع حتى نتناوله بنقاط كتابية حلو من بطرس الأولى إذا بتريد بطرس الأولى إصحاح الأول و رح أبتدي من آية ثلاثة نعم مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات لمراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل محفوظ في السماوات لأجلكم أنتم الذين بقوة الله محرسون بإيمان لخلاص مستعد أن يعلن في الزمان الأخير أمي وبعتقد يمكن التركيز بيكون على آية ثلاثة اللي بقول الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات نعم تفضل الولادة الثانية هي فيها أمر إلهي يعني ما منقدر ناخد الموضوع بين البينين نعم لكن الموضوع مباشرة من الله نفسه بدليل أنه الرب يسوع المسيح بإنجيل يوحنى تكلم عن الولادة الثانية مع معلم النموس نعم رجل دين اسمه قديموس نعم قال له نحن نعلم أنك أتيت من الله معلما لأن ليس أحد يقدر أن يعمل هذه الآيات إن لم يكن الله معه نعم فعمل له مؤدم دي بيجي نعم لكن المسيح دخل في الموضوع وحط النقاط على الحروف نعم قال له الحق الحق أقول لك إن كان أحد هون بصيغة المفرد لا يولد من فوق لا يقدر أن يدخل ملكوت السماوات ويسترسل المسيح بالكلام معنى قديموس قائلا ينبغي أن تولدوا بالجمع نعم فالولادة ضرورة حتمية يعني بدونها لن يرى أحد الرب ولن يدخل ملكوت السماوات فالموضوع مش موضوع بس عقائدي لكن الموضوع يتمركز حول مصير الإنسان الأبدي يعني من أهم المواضيع كل الكتاب مهم لكن من أهم المواضيع لخلاص الإنسان هو الولادة الثانية